مشاهدين جريدة برشيد نيوز مرحبا بكم في حصيلة محينة وصلت إلى 217 قتيلا كحصيلة مؤقتة خلفت فيضانات فالونسيا بإسبانيا وفي التفاصيل اشترفت اليوم العملية الإنقاذ منطقة فالونسيا في إسبانيا بعد 6 أيام على فيضانات مدمرة خلفت 217 قتيلا على الأقل فيما تأخذ السلطات العثور على ضحايا إضافيين لسيما في موقف سيارة تابع لمركز تجاري في ضواحي فالونسيا وبتت الأولوي الآن تحديد مكان المفقودين والتعرف على الجتة غداة يوم عمته الفوضى اتشهدت زيارة الملك فيليبي أستادس والملكة تيليسيا برفقة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز ورئيس الحكومة المحلية في فالونسيا اليميني كارلوس مازون إلى باريو بورتا في محيط فالونسيا وهي من المدن الأكثر تدرورا بالفياضانات صباح اليوم الاثنين أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة طوارئ مناخية في منطقة فالونسيا لكنها أصدرت تحذيرا أحمرا لمنطقة برشلونة ومحيطها على باع 350 كم من شمال منطقة المنكوبين حيث بدأت أمطار غزيرة بالغطول وفي منطقة برشلونة علقت حركة قطارات الظواحي وشكلت خلية أزمة في مطار برشلونة حيث حول مسار حوالي 15 رحلة جوية بحسب السلطات وتظهر آخر حصيلة أن 217 شخصا لقوا حتفهم في فياضانات الأسبوع الماضية 213 منهم في منطقة فالونسيا وحدها وثلاثة في قاستيا حيث تم اكتشاف جثة امرأة سبعينية أن أحد على بعدي 12 كيلومترا من مكان اختفائها وواحدة في الأندنوس إن أن الحصيل النهائي للضحايا قد تكون أعلى إذ لا يزال هناك عدد غير محدد من السكان في عداد المفقودين ولم يتم بعد تفتيش الكثير من مواقع السيارات تحت الأرض التي غمرتها المياه بالكامل وتشعر السلطات بقلق خاص إذا وضع موقف السيارات تحت الأرض في مركز بونير التجاري الكبير في ألديا البلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة والواقع في ظواحي فالونسيا ويتسعر الموقف لـ 5700 سيارة نسمعها تقريبا في طوابق تحت الأرض وقد غمرتها المياه بالكامل وقال رئيس بلدية ألديا جيرمون نوخان لتلفزيون العام تي بي آي إن مركز تسوق مدمر في الجزء العلوي منه وفي الجزء السفلي هناك المجهول لسنا متأكدين مما سنجده وأضاف نريد أن نكون حذيرين ولكن قد يكون الأمر رئيبا في الأيام الماضية قام أفراد وحدة طوارئ العسكرية التي تتدخل أثناء الكوارث الطبيعية بتركيب العديد من المدخات لبدء سحب المياه كذلك تمكن غواصون من النزول تحت الأرض لكن بدون رصد أي جثة حتى الآن وفي الموضو الأكثر تدرعا من الفيضانات لا يزال الغضب والأساس سائدين بعد ورور الستة أيام على المأساة لا تزال الكثير من الشوارع مسدودة بأكوام السيارات والطين والقمابة والمنازل بدون هواتف أو كهرباء الأحد تحول هذا الشعور بالعجز إلى غضب حين ذهب الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا مع بيدرو سانشيز والرئيس المحافظ لمنطقة فالونسيا كارلوس مازون إلى باي بورتا وعند وصيل الوفد الرسمي هاتف الحشود قتل قتل متوجه خصوصا إلى سانشيز ومازون استدعى الوضع تدقل شرطة لتحييد المحتجين الأكثر عنفا ورشقا للملك فليبي السادس وزوجته بالوحل على الوجه والملابس في حادثة غير مسبوقة على الأرجح في تاريخ العائلة الملكي الإسبانية وكانت تأثر واضحا على تنائي الملكي الذي حرص على التحلي برباطة جأشك وحاول التحدث مع السكان لنحو ساعة لتهدئة مراوعهم قبل المغادرة وقد ألغيت زيارة الأكد أكدت وقد ألغيت زيارة كانت مقررة لهما إلى بلدة أخرى شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء